ابن عمار كان لي صديق مصرف على نفسه ثم تاب وكنت أراه كثيرا أراه كثيرا من العبادي والقوام والصبوام أراه كثير العبادة والتهجد ففقدته أياما فقيل لي هو مريض فأتيت إلى داره فخرجت إلي ابنته فقالت من تريد قلت قولي لأبيك فلان فاستأذنت لي ثم دخلت فوجدته في وسط الدار وهو مطجع على فراشه وقد سود وجهه وإذرفت عيناه وغرضت شفتاه فقلت له وأنا خائف منه يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله ففتح عينيه فنظر إلي بشدة ثم غشي عليه فقلت له ثانيا يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله ثم كررتها عليه ثالثا ففتح عينيه وقال يا أخي منصور هذه كلمة قد حيل بيني وبينها هذه كلمة قد حيل بيني وبينها فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قلت له يا أخي أين تلك الصلاة والصيام والتهجد والقيام فقال كان ذلك لغير الله كان ذلك لغير الله وكان التوبتي كاذبة إنما كنت أفعل ذلك ليقال عني وأذكر به وكنت أفعل ذلك رياء للناس فإذا خلوت إلى نفسي أغلقت الأبواب وأرخيت الستور وشربت الخمور وبارست ربي بالمعاصي ودمت على ذلك مدة فأصابني المرض وأشرفت على الهلاك فقلت لابنتي هذا ناوليني المصحف فقلت بعد أن أخذت المصحف اللهم بحق كلامك هذا في هذا المصحف العظيم إلا ما شفيتني ورفعت عني البلاء وأنا أعاهدك ألا أعود إلى ذنب أبدا ففرج الله عني ففرج الله عني فلما شفيت عدت إلى ما كنت عليه من اللهو واللذات وأنساني الشيطان العهد الذي بيني وبين ربي فبقيت على ذلك مدة من الزمن فمرضت مرة ثانية أشرفت حينها على الهلاك والموت فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار كعادتي ثم دعوت بالمصحف فقرأت فيه ثم رفعته وقلت اللهم بحرمة ما في هذا المصحف الكريم من كلامك إلا ما فرجت عني ورفعت عني البلاء فاستجاب الله مني وفرج عني ثم عدت إلى ما كنت عليه من اللهو والضياع ما كأني عاهدت الله ألا أعوه فوقعت في هذا المرض الذي تراني فيه الآن فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار كما تراني ثم دعوت بالمصحف لأقرأ فيه فلم يتبين لي حرق واحد منه دعوت بالمصحف لأقرأ فيه فلم يتبين لي حرق واحد منه فعلمت أن الله سبحانه قد غضب علي فرفعت رأسي إلى السماء وقلت اللهم فرج عني يا جبار السماء والأرض اللهم فرج عني يا جبار السماء والأرض فسمعت كأن فاتفا يقول تتوب عن الذنوب إذا مردت وترجع للذنوب إذا برئت فكم من كربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بليت أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد لهوتا قال منصور بن عمار فوالله ما خرجت من عنده إلا وعيني تسكب العبرات فما وصلت الباب إلا وقيل لي أنه قد مات حيل بينهم وبين ما يشتهون نعم أحبتي